في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية مرشح اشتراكي لتشريعية الفرنسية واحد أبرز دائمي المرشح اليساري بنو هامون يؤيد الأطروحة القائلة بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان جريمة لدى الإنسانية ديديي لوبري المقرب من الرئيس فرانسوا أولاند يضم صوته لصوت المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ويعتبر هو الآخر في حوار حصري للشرق نيوز أن فرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة لدى الإنسانية في الجزائر نعم أنا أتمنى بإيمانويل ماكرون أعتقد أننا يمكننا أن نطلق على الوضع بكل طريق الانتخابة الكلونية هي أنتخابة من المستقبل من المستقبل كل إيمانويل وعندما نقوم بإيمانويل ماكرون وعندما نقوم بإيمانويل ماكرون نعلم أن نعرف مناسبة من المستقبل وعندما تتحدثون على مدينة وعندما تكون قبل التقبل وعندما تكون لديه ممتين باستخدام وعندما تحديثت البطء تصريحات لا يمكن عزلها عن الزمان والمكان الذي جاءت فيه ذلك أن لوبري باعتباره واحدا من أبرز المؤيدين للمرشح الاشتراكي لرئاسيات الفرنسية بنو عامون الذي تتديل حملة الانتخابية السباق نحو قصر الإليزي وفق أحدث استطلاعات الرأي اختار الجزائر هو الآخر وهي التي فجر منها إيمانويل ماكرون في حوار حصري سابق مع الشرق نيوز ما نعت بالقنبلة حينما وصف الاستعمار الفرنسي للجزائر بالجريمة ضد الإنسانية إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي إنه جريمة جريمة ضد الإنسانية إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات تصريحات لوبري التي تأتي قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستحدث دون شك الجدل في الساحة السياسية الفرنسية باعتباره سفيرا فرنسيا سابقا في هايتي ومنسقا سابقا للاستعلامات في الإليزي تماما مثلما أحدثتها تصريحات سابقه ماكرون في الجزائر أما الأهم من هذا كله لدى الجزائريين فهو هل ستتحول هكذا أقوال من شخصيات سياسية وازنة في فرنسا إلى أفعال تلزم فرنسا الرسمية على الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر